بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس النهاردة عندي ثلاث مواضيع مهمة جداً ولكن حبدأ بالأهم بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من جمهور النادي الأهلي أو لكل جمهور النادي الأهلي لماذا يحترم كل جمهور الكرة المصرية والعربية محمود الخطير ولماذا يعشق هذا الجمهور كابتن محمود الخطيب محمود الخطيب بيحترم اسمه وتاريخه وعطاءه للكرة المصرية منذ بدايته في الملاعب وحتى رئاسته للنادي الأهلي أكبر نادي في إفريقيا وأهم المؤسسات الرياضية والثقافية والاجتماعية في الشرق الأوسط بنتكلم عن لاعب هو الأول في تاريخ الكرة المصرية حصولا على الكرة الذهبية الأفريقية عن نجم وهو لاعب محقق الدوري عشر مرات كاس مصر خمس مرات دوري أبطال إفريقيا مرتين أبطال الكؤوس مرتين مع منتخب مصر سبعة وعشرين هدف دولي متوج بكأس الأمم الأفريقية بخلاف ألقاب فردية كثيرة جدا كابتن محمود الخطيب حاصل على وسام الرياضة مرتين ولأن محمود الخطيب أفضل واجهة وصورة لقوة مصر ناعمة بصوا وشوفوا استقبال كابتن محمود الخطيب في أي دولة في العالم في أي دولة في العالم هو بيزورها بيكون عامل إزاي ده وجهة رياضية وقوة ناعمة عظيمة لمصر بالأخلاق والاحترام والنجومية اللي يستحقها واللي مخليها حتى هذه اللحظة هو أسطورة كبيرة جدا حتى هذه اللحظة لأنه بنشوف مشهد متكرر كل ما بنخش النادي الأهلي أنا واحد من الناس اللي بشرف بهذا الأمر كل ما بدخل الحقيقة تلاقي أطفال عمرهم عشر وحداشر واثناشر سنة بيروحوا يتصوروا مع بيبو عارفين كابتن بيبو اعتزل من قد إيه؟ يمكن قبل ما الشباب ده يتولد بعشرين سنة واكتر هي دي نجومية الأساطير ولأن محمود الخطيب كان ولا يزال يضع النادي الأهلي ومصلحته فوق مصلحته الشخصية ويأخذ من مجهوده وصحته ووقت بيته وعائلته لأجل التزام بمهام منصبه في رئاسة النادي الأهلي وتحقيق الإنجازات لجماهيره وجمعيته العمومية وللكرة القدم المصرية أو للرياضة المصرية وكمان كابتن محمود بيضع دائما مصلحة منتخب مصر ومصلحة الدولة المصرية فوق كل اعتبار فاكرين ولا فكركم؟ لما الأهلي كان بيلعب في كاس العالم للأندية والمنتخب بيلعب أمم أفريقيا ورغم ذلك كابتن محمود قال مصلحة مصر أهم لعبة الأهلي كانوا موجودين في منتخب مصر والأهلي لعب بالناشئين تقريبا والشباب والمستبعدين من المنتخب في كاس العالم للأندية لو تتذكروا هذا الأمر ربنا كرمنا وخدنا كاس تالت العالم يا رب بيبقى كاس العالم فاكرين محمود الخطيب لما تحامل على صحته وعلى نفسه قد إيه في بعثات خارجية لفريق الكرة علشان مصلحة الأهلي ولأن محمود الخطيب هو قدوة كنجم قدوة كلاعب قدوة كرئيس نادي قدوة كأب وقدوة كجد ينتمي لأسرة مصرية أصيلة أيضا هو قدوة كمواطن مصري يضع كرمته فوق كل شيء ولأن محمود الخطيب لهو سباب ولهو لعان ولهو بذيء ويحترم كل سيدات مصر ويحترم كل بيوت مصر عمرك شفت حوار لكابتن محمود الخطيب في تجاوز في حق أي شخص بلاش تجاوز حتى في انتقاد باسم معين أكيد لا أتحدى إن كابتن محمود الخطيب ربنا يدي له الصحة 66 أو 67 يمكن أكتر شوي كم سنة لكن أتحدى إن حد يطلع لي على كابتن محمود الخطيب طوال هذه الفترة تجاوز مع أي حد في أي حوار سابق من يوم ما بدأ كرة القدم والغاية دلوقتي رغم كل اللي تعرض لي عارفين ليه؟ لأن مقولة قالها الأستاذ الأسطورة الكبيرة نجيب محفوظ أيضا أديب نوبل العالمي قال قال أنا أحترم الجميع مش عشان كلهم أو ليس لأن كلهم يستحقون الاحترام ولكن لأنني أنا أستحقه يعني أنا اللي بحترم نفسي لأن محمود الخطيب لم يحرد الجمهور يوما في أي موقف وكان دائما رمز للعقل والوطنية والاتزان والإخلاص لهذا الوطن وهنا النقطة الأهم كثير خلال الفترة السابقة تعرض النادي الأهلي لهالذات وأخطاء تحكمية عنيفة ومؤامرات من كل حوالينا في الرياضة كلنا عارفينها لكن هل في مرة حرد الكابتن محمود الخطيب جمهوره؟ عمرها ما حصلت هل خرج مرة في حياته بتصريح في إثارة للجمهور؟ عمرها ما حصلت هل تجاوز في حق حد؟ عمرها ما حصلت ولأن محمود الخطيب يحترم كل مؤسسات الدولة ويحترم أحكام القضاء المصرية يعني طبعا دي واضحة مش محتاجة شرح كابتن محمود الخطيب لاعب أسطوري رفع اسم مصر وكان أول لاعب مصري يتوج بالكرة الذهبية الإفريقية إداري عظيم حق إنجازات في كل المناصب مع النادي الأهلي حتى عندما عمل مع منتخب مصر مدير المنتخب سنة 97 اللي يتذكر هذا الأمر يعرف قد إن هذا الرجل هو رجل محترم رد راتبه بالكامل لخزينة الاتحاد قبل أن يستقيل من المنصب تقديرا لبلده ولجمهور بلده وقتها كابتن محمود قال المنتخب لم يحقت أمال الجمهور وبالتالي أنا مش هاخد فلوس هو ده محمود الخطيب الأب والجد والقدوة يجب أن يظل بعيدا دائما عن بذاءات البذاءات تطلع من صغيرين تطلع من كبار تطلع من أي حاجة ولكن محمود الخطيب أو كابتن محمود الخطيب يجب أن يتم المحافظة على هذا الرجل على هذا الاسم لأن محمود الخطيب هو قدوة لكل الناس كابتن محمود لو شاف المقدمة دي هيزعل مني جدا جدا لأنه في حاجات كتيرة جدا 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 لو كان هو يسمح لي اللي أنا أقولها كنت هقولها ولكن للأسف الشديد على الرغم من كمية الانتقادات اللي بيتيجي على كابتن محمود من من بعض الأصدقاء مش هقول أكتر من كده ولكن كابتن محمود دايما يقول لي النادي الأهلي النادي الأهلي وأنا متأكد أنه هو لما هيشوف هذه المقدمة أول ما هيشوفني بعد كده هقول لي يا ابني ليه عملت كده ولكن أنا بعمل كده تقديرا ومحبة لهذا الرجل الكبير لهذه الأسطورة العظيمة سواء كان رئيسا للنادي الأهلي لأن احنا كلنا الحقيقة بنحب محمود الخطيب بنحب كابتن محمود الخطيب في كل شيء مقدمة لابد منها قبل بداية حلقتنا اليوم من البيت الكبير كنت لازم أقول هذا الأمر علشان الناس تعرف والحقيقة أنا عندي أسرار كثيرة جدا جدا فيما يخص رئيس النادي الأهلي ولكن التزام الكامل التزام الكامل في أمور كثيرة يخليني ما أقدرش أتكلم يعني حتى اللي أنا عملته النهاردة ده عملته محبة واحترام ومبادرة استثنائية من البيت الكبير لهذا الرجل لأنه هو أنا عارف كويس جدا أن الكابتن محمود لو كنت قلت له أن أنا هعمل كده كان حيقولي لا ما تعملش وطبعا هو كلامه بالنسبة لي وبالنسبة لكل القناة هو كلام نافذ وبالتالي كابتن محمود الخطيب يستحق الدعم من كل الناس مش الأهلوية بس خدوا بالحضراتكم لأن كل ما يقال في حق هذا الرجل هو كذب وتدليس في حاجات أنا مش هقدر أقولها ومش هقدر أتكلم فيها التزاما بأسرار المهنة التزاما بأسرار المهنة فقط لغير ولكن في النهاية كابتن محمود الخطيب أسطورة كبيرة جدا جدا وسيظل دائما عند الأهلوية وعند كثير من الجمهور المصري المحترم من الجمهور المصري المحترم هيظل دائما كابتن محمود الخطيب أسطورة كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا